يواصل الهلال الأحمر الإماراتي توزيع وجبات إفطار الصائم الذي ينفذه خلال شهر رمضان في حضر موت بمكرمة من دولة الإمارات العربية المتحدة وبلغ إجمال الوجبات التي وزعها الفرق التطوعية التابعة للهيئة أكثر من 6500 وجبة خلال الثلث الأول من شهر رمضان على الأسرة الفقيرة والمحتاجة في حضر موت وذلك ضمن 19,650 وجبة إفطار ستوزع خلال رمضان حيث جرى توزيع وجبات الإفطار بمعدل 655 وجبة في اليوم على قارعة عدد من الشوارع والأحياء والأسرة المتعففة بالمحافظة وأقذ المرضى في عدد من المستشفيات ويأتي المشروع ضمن الأعمال الإنسانية لدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة عبر هيئة الهلال الأحمر إلى جانب توزيع السلال الغذائية والمير الرمضاني وتسير العيادات الطبية المتنقلة